لم يمنعهم حر الصيف الشديد من الخروج باعتصامات احتجاجية يدفعهم إليها إحساسهم بالظلم وغياب فرص العمل وتجاهل الحكومة لثمرة رحلتهم الدراسية نتحدث هنا عن خرجي كليات الهندسة الكيميائية الذين جاءوا من مختلف محافظات العراق وأقاموا اعتصاما مفتوحا أمام مبنى وزارة النفط في بغداد للمطالبة بإعطائهم حقهم من الدرجات الوظيفية نحن مجموعة من خرجين الهندسة الكيميائية من مختلف المحافظات طبعا ومن خرجين مختلف الجامعات العراق كلها مع تصمين اليوم صارنا اليوم الخامس على التوالي طبعا ما حد زارنا من المسؤولين ما حد اجي قال لش محتاجين ما محتاجين ها شوفت عينك ها الدرجات الحرارة العالية وصلت اكثر من خمسين درجة وهانهم اتنا على الرصيف احنا اقبالوا الوزارة ما في اليوم طلع واحد من عندهم قال لش محتاجين ما محتاجين خمسة ايام متواصلة قضوها هتافات وشعارات دون ان يخرج لهم مسؤول ويسأل عن مطالبهم بعضهم تخرج منذ عشر سنوات وبعضهم اكثر من ذلك وفي كل سنة تمر عليهم تكون اسوأ من سابقتها احنا مهندسين كيميائيين هنا بنا حملت شهادات عليا حاصلين على شاهدة الماجستير اكو ناس حاصل على شاهدة الدكتورة طبعا كلنا الموجودين بكالوريوس بنا ناس من الاوائل احنا هنا لانه احنا دا نتخرج من قسم الحكومة يعني نهائيا ما لها اي علاقة بي ما متبنيته ما يشغلونه من العلفين وسبعة لليوم سدوا الدرجات الوظيفية ما لهم علاقة هاي 12 سنة صارنا نتخرج ولا احد يقول لنا توين يتساءل خرجو الهندسة الكيميائية العطلون عن العمل اليس في العراق حيث غزارة النفط تغري الشركات الاجنبية وتستدعى الموظفين الاجانب برواتب عالية فما بالهم وهم ابناء الوطن يحرمون من تلك الوظائف بينما تذهب الى المهندسين الغرباء من الاختصاص نفسه عيب على الدولة يجي مهندس كيميائي بسيارات مصفحة وبشركات امنية يطبون للوزارة النفط هم مهندسين غربة وياخدون رواتب 7000-8000 دولار وإحنا مهندسين اللي عانينا معاناة العراق صارنا سنوات اللي صحينا على روحنا احنا عايشين بهالمعاناة وهم اجوا من لندن من غير دول دول اوروبية كلها اجوا سيارات بصفحة يطبون للوزارة النفط وإحنا هيتش نباوى عليهم تلك عقود فساد تبرمها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية لمنافع ذاتية يذهب ضحيتها الاف الاكاديميين العراقيين الذين ينامون على رصيف الانتظار المر وليس في جعبتهم إلا صوت حق يأملون أن يسمع في عراق غير الذي يعيشون فيه اليوم